السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي وزملائي العزاء. اخبركم ايه يا ربكينو بخير? ان شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع مهم اطلب مني اكتر من مرة. شباب طلبوا مني عاوزيني ياسسوا شركة مكافة حشرات. لكن ما يعرفوش اي حاجة في المجال. هل يخد تجربة? ولا يستغنى عنها ويشوف مكان تاني? او مجال تاني? تابعوني النهاردة هنعرف معلومات. هتحيقني وتعرفني. هل انا اقدر ادخل المجال? ولا لا? ياريت لو سمحت او بتشارك او بتشوف الفيديو الاول مرة تشارك في القناة عندي. وما تبخلش علي انك انت تدوس اعجاب. تمام? تابعوني هنعرف ونسفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم ازاي نأسس شركة مكافة حشرات. وازاي ناخد التجربة وندخل في مجال لاول مرة بندخل فيه. كويس? مبدئيا المجال مجال خدمي. زي شركات كتير جدا تشتغل في المجال الخدمي. كويس? يعني مجال مطلوب. يعني مجال مربح. للباصس للربح. لكن علشان توصل للربح. في مطلوب منك اساسيات. لازم تقوم بيها. لازم. تشوف ايه? اللي مش موجود في السوق. وتعمله. يعني احنا دلوقتي السوق فيه شركات كتير جدا شغالة في مجال مكافة حشرات الصحة العامة. كويس? انا لما اجي اشتغل وافتح مجال جديد او شركة ليا. اشوف ايه اللي مش موجود في السوق? ايه اللي مش موجود? واعمله. اشوف السلبيات. اللي موجودة في الشركات. واحولها الايجابيات عندي. اعرف العميل هيفضلني انا ليه? ويسيب الشركات التانية. يبقى ليه? لازم يبقى فيه. عندي مميزات مش موجودة عند غيري. علشان اخلي الشركة لاي عميل يفضلني انا عن اي حد تاني. كويس? تمام. فيه اساسيات لازم نهتمي بيها. علشان اطلع بالشركة بتاعتي وتنمو في اسرع وقت ممكن. زي ايه? زي التدريب. لازم ادرب الافراد التنفيزين بتوعي. وادرب افراد التسويقيين بتوعي. كويس? اغلب الشركات بتجيب اشخاص في التسويق والتنفيز. بتجيبه تلبسه الانيفورم وانزل وحشتغل. وده طبعا ما ينفعش. ليه? لانه وارد جدا ان العميل اللي احنا راحي لنا الشغل عنده اشتغل عنده شركات كتير. فاصبح عنده خلفية وخبرة الشركات بتشتغل ازاي? وبقى عنده خبرة ان هو يقدر يحدد الفني اللي انت بعته او المهندس اللي انت بعته ده. على قدر من الخبرة ولا لا. يعرف هو شغال في ايه? ولا لا. من اسلوب شغله? من اسلوب مسكيته والرشاشة? من اسلوب خلط المبيدات. العميل بقى عنده دراية دلوقتي يعرف يحدد. انت بعيف لحد متمرس ومحترف ولا لا? كويس? تاني حاجة التسويق. احنا برضو بنجيب اشخاص ونلبسهم كنفورم الشركة وانزل سوق. طبعا الولد او البنت ما يعرفوش ما بيسوقوا ايه? انا اتقل كلمتين حفزتهم وروحت قلتهم للعميل. ده طبعا غلط. انه طبعا نفس الموضوع. العميل بيبقى داخل عنده شركات كتير تسويق. فبقى عنده خبرة. يعرف اللي قدامه فاهم في اللي بيسوق له ولا لا. لازم يا يا جماعة عارف انا بشتغل في المجال ايه? ودرب الناس بتوعي انا بشتغل في المجال ايه? انا عاوز الولد اللي طالع يسوق شاطر جدا جدا جدا. عنده لباقة في الكلام. عارف ومتمرس في شغل مكافحة العشرات. لما يكون عارف ومتمرس ولبق في كلامه هيعرف يعمل لي بسهولة. لان الورد جدا في شغل بتاعنا ان انا بقاعد في المقابلة التسويقية بتاعتي قدام العميل. ممكن العميل يسألني. بنشتغل بنعمل ايه? بنشتغل ازاي? نزام شغلان ازاي? كويس? طبعا انا واحد ما عرفش حاجة عن شغل المكافحة. فمش عارف ارد. كوني ان انا معاريتش ارد على العميل يبقى فشل للشركة ككل. لان العميل مش بيحكم علي كفرد. لا. ده بيحكم عليك كشركة. فكوني ان انا مقدرتش ارد على العميل. يبقى ده فشل في الشركة كلها. يبقى انا شكرا اشوف شركة تانية. تمام? الولد اللي انا كنت بعته. لو فاهم هو بيتكلم في ايه? وعارف نزام او شغل مكافحة الحشرات هيعرف يرد على العميل. ويقنى على العميل. تمام? ودي في حديثاتها شطارة. لعاميل هيوصل انه يقول لك الكلمة دي بالنص. ما بالي التسويق عندك بالشطارة والاحتراف ده. يبقى التنفيذ بتاعك لما ينزل عندها هيعمل ايه? شكت انت وصلت العميل لايه? من قبل ما يشوفك. من قبل ما يشوف التنفيذين بتوعك. بقى عنده اه اختناع ان الشركة اللي هو هيجيبها دي ويتعاقد معها شركة محترفة. عن طريق التسويق بتاعك. اللي هو اساسا اول حاجة بيخبط عليها العميل اول ما بيدخل اي شركة. هو التسويق. كويس? يبقى لازم اتضرب الناس بتوعي التسويقيين والتنفيذيين على شغل مكافلة حشرات الصحة العامة. ضرب التسويق على مبادئ الشغل. احنا بنشغل في حشرات الصحة العامة بنشغل على حشرات كزا وكزا 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 وكزا. تمام? القشور. خصوصا ان احنا بنبعد تسويقيين دلوقتي مهندسين او مهندسات في المجال. يبقى لازم يكون مغلم بالمجال بتاعه. لازم يكون حابب او المجال بتاعه. حابب التسويق بتاعه. حابب المجال اللي بيسوق له. كل ما يكون حابب المجال كل ما هيقدر يقنع العميل. لكن لو انا باعت حد اه صامم او حافظ كلمتين. هيروح يقولهم للعميل. كويس? اه الديل جي جي مجاش خلاص. انا قلت بالل علي وخلاص. لا. لازم يا جماعة للمهندسين. انا دخلين المجال الجديد واللي دخلوا التسويق يقنع العميل ازاي? قبل ما تقنع العميل لازم تقنع نفسك انت بالمجال انت شغال فيه. كونك او كونك دخلت المجال وارتضيت انك تشتغلي فيه لازم تحبيه او لازم تحبه. كل ما تحبي المجال بتاعك المجال بتاعك هيديك. لما انا اتكلم في مجالي وانا حبه وانا فهمه. هقدر اقنع العميل بسهولة جدا بالديل. كويس? العميل هيقول لي بالنص لا انت فاهم وحافظ وعارف انت بتعمل ايه. يبقى انا هشوف الشركة المحترمة دي لان الناس بتاعتها محترمة وفاهمة هي بتتكلم في ايه? كويس? تمام. دلوقتي احنا دلوقتي الحلقة الاولى بتاع التسويق ونجحت الحمد لله. لازم يواليها نجاح في التنفيذ. لازم دورة تدريبية في الراجل الجديد اللي داخل عندي. سوى فني او سوى مهندس. كويس? علشان الحلقة تكتمل. ما ينفعش التسويق بقى شاطر. لكن التنفيذ عندي مش شاطر. ما ينفعش. الحلقة كده مش تكتمل. والديل هيفصل. اه العميل هيقول لك شكرا. انا شوف شركة تانية. يبقى لازم الحلقتين بيكملوا بعض. التسويق والتنفيذ بيكملوا بعض. كده هتقدي شركة بتاعتك بتطلع لفوق. يبقى التسويق شاطر. تنفيذ شاطر. الديل كويس جدا. وارد ان العميل ده اللي انت اشتغلت عنده يجب لك عميل تاني وتالت ورابع. عن طريق شغلك. لو والله انا شرفت شغل شركة محترمة جدا. التسويق هايل وتنفيذ هايل. كويس? عندهم ناس بتنزل تسأل تشوف الشغل اخبروا ايه? تفتش. وراء زمالهم. تشوف له في اي بواطن قصور. وخلل في الشغل. بيشوفوه ويراجعوا نفسهم اول باول. كويس? الورائيات بتاعتهم سليمة. تمام? الشغل بتاعهم بصراحة انا مشوفتش اي شركة تاني اتعاملت بالكفاءة والاحترافية دي. يبقى دلوقتي انا جاوبتي لك على السؤال. شركة مربحة او مش مربحة? لا شركة مربحة. مربحة مربحة جدا. لازم لازم اشتغل بس لازم عشان اوصل لربحية اشتغل صح. يبقى لازم اضرب الناس بتوعي صح. ما استسناش حد. الفني اضربه. المهندس اضربه. التسويقي اضربه. كلهم حلقة مكتملة. التسويق بيدي شغله للتنفيذ. والتنفيذ بيخدم على شغل التسويق. كويس? كله عوامل نجاح. من عميل لعميل. هتشتغل بنفس النمط ده. تمام? دي اساسيات احنا كلمنا فيها. تاني نقطة في الاساسيات. المبيدات. هنتخب اصناف مبيدات كويسة جدا. محترمة جدا. وبالداتا شيت بتاعتها. ما جيبش مبيدات من اماكن ملهاش اوراق رسمية. ما جيبش اه مبيدات من اماكن اه من تحت السلم زي ما احنا بنقول. باللغة العامية. مبيد. يبقى لازم المبيد بتاعي ليه ورق? لان الورق ده هتطلب مني. العميل هتطلبه مني. لو اريد اشتغل واجبر. تمام? وهبدأ اناطح الشركات الكبيرة. وهدخل اماكن قبل ما يقول لي اي حاجة الف به. معك اوراق المجددات ولا لأ. اذا التشريد دي كل شركات دلوقتي بتشتغل من نظام جودة. يبقى لازم هيبقى مطلوب منك ورقيات. يبقى لازم من باب اولى هتجيب لان المبيد بتاعك من اماكن محترمة ونظيفة. ما جيبهاش من تحت بيري السلم. ما جيبهاش من تحت الصلاحية. ما يبقاش همي من اولها المادة. ان انا اسطر خص مبيد علشان اكسب. لأ انت كده بتنزل قبل ما تطلع. انت خلاص. لازم ما دم انت عايز تطلع. وتنجح. لازم تجيب مبيد كويس من المكان محترم باوراقه الرسمية. علشان الورق لما تطلب منك من اي في اي وقت الورق بتاعي موجود. المبيد بتاعي الترخيص بتاعه موجود. المبيد بتاعي آآ مدة صلاحيته لسه ما انتهتش. كويس? يبقى تدريب كويس. مبيد كويس. يبقى ديل هتاخده مسهولة جدا جدا جدا. تمام? بتبخلش على شركتك. بالمال. الشركة في الاول عاوزة آآ تشتهر. عاوزة تتعرف. تتعرف ازاي? عن طريق التسويق. والتسويق يا جماعة مش آآ مش نوع واحد. يعني ما اجيبش ولد او اديه المكان وهو ده التسويق. لأ. تسويق كزا نوع. تسويق مباشر عن طريق الولد اللي بيروح او المهندس اللي بيروح او المهندسة اللي بتروح عند العميل. تسويق غير مباشر عن طريق انترنت. عن طريق التليفون. تمام? عن طريق الوسائل الدعائية. دي كلها عامل تسويق لازم كلها تشتغل في نفس الوقت. علشان اضمن طرعة انتشار في اسرع وقت. لان اول ما ببدأ اشتغل بيبدأ العداد بتاعي يعد علي. فيه كهربا. فيه ميا. فيه ايجار مكان شركة. فيه مرتبات مهندسين. فيه مبيدات مصروف عليها. فيه انتقالات. تمام? فيه شغل لبس للناس. فيه يونيفورم للناس. تمام? دي كلها حاجات بتفحها. وفيه حاجات شهرية بتفحها. زي مرتبات زي المبيدات زي الانتقالات وهكذا. تمام? يبقى لازم عشان اشتغل صح? ابدأ من تحت صح. انت ممكن حضرتك ببساطة تشتغل على مقاومات شركة كبيرة لكن على قدك برضو. طب ازاي الكلام ده? وزاي هنعمل معادلة الصحبة دي. هنشتغل على قدنا. كويس? لكن بمبدأ شركة محترمة. شركة ليها كيان? ليها سيستم? هيبقى اجيب مبيد صح? حتى لو قليل اجيبه صح. بالورق بتاعه. اتدرب الناس بتوعي صح? ابدأ اجيب على القد. مش لازم اجيب عالي وغالي. لا. ده ممكن يكون قدام. العميل يهمه الشكل العام. بتاع المهندس او الفني اللي رايح لي. ولا تشعف له احترمه. مش عارف له نظيف. تمام? آآ اللبس ينظيف. كويس? عارف هو بيتكلم في ايه? وطبعا اعلم الفني بتاعي. عارف المعلومة ولا مش عارفها ما تتكلمش. ليك مهندس هو ليتكلم. تمام? واعرف المهندس بتاعي. في مهندس ما بعرفش يتكلم. او مهندس لبقة الكلام. فخلي اللي اعدى منه هو ليتكلم. تمام? احنا كده بنشتغل بنظام. بنشتغل بسيستم. حتى لو انا بادئ بالكلام بتاعي صغير. انا كده في وقت قياسي في وقت اصير هبدأ اكبر. ما حدش بدأ كبير. كلهم او كل شركات بدأت من السفر. وفي شركات بدأت من تحت الصفر. كويس? بس بالعزم والارادة والتحدي. ويبقى ليك هدف توصله. هتوصله بازن الله. كيفانك انت بتشتغل?